اشتركوا في القناة تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن في هذا البرنامج مستمعين نفتح حافظ التواصل معكم لاستقبال أرأيكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما مشانيا يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم في هذه اللي كانت ساعة إذاعية الحين مع الإعلانات الله العالم استوات مادري عشر دقائق قرب عساء الله العالم ما حسبنا ولكن يعني نرحب فيكم إن شاء الله تكون ساعة خفيفة عليكم نرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد نور نزال وفي تنسيق إصراء الهاشمي صباح جلال بالخير صباح الورد مخرجنا المبدع عيمن سرحيل وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العري وأيضا عندنا سؤال المسابقة اليوم بتخبركم عن هذا السؤال وكيفية المشاركة مع الدكتورة ندل ملة صباح جلال بالخير دكتورة يا صباح الورد ليش معصبة اليوم ليش معصبة بالعكس بتحمسة باشر خميس يا صباح الجمال يا صباح الأربعال يتبعوا الخميس المونيس آخر يوم في الأسبوع إن شاء الله عقبية تتبعوا الرواتب إن شاء الله نصدح عليكم بالخير ونذكركم برقام التواصل 6005514114 هيو في راتب أساسي لا قبل العيد إن شاء الله ما ينزم مع الراتب فيكون مفاجأتين راتب بعد راتب أساسي واحد يتونس أهم شي لتفسفس فون الراتب المهم أرقام التواصل أنا رأي يعني خلي دعوة لتنتي خلي ينزل الراتب الأساسي ينزل خلي الدعوة ما تبغي راتبت الأساسي خلي نخلي خبريني شو سؤال المسابقة شو سؤالنا سؤالنا يقول ما هو أكثر أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم شيوعا يعني الواحد اللي عنده ارتفاع في ضغط الدم شو العراض الأكثر شيوعا هل هو الصداع أم صعوبة في النظر أم لا توجد أعراض الجواب اذكروا الجواب مو بس واحد اثنين ثلاثة اذكروا الجواب على أربعة صفر صفر ستة مع اسماكم الثلاثية واذا تحطوا رقم التاليفون بعد يكون جميل طبعا جوائز خمسمائة درهم كاش لواحد من الفائزين والفائز الثاني راح يفوز بكوبون قيمة ألف درهم لفحوصات اسمه كوبون في آي بي مقدم من مستشفى الزهرة الخاص في دبي إذن الكوبون عبارة عن إجراء الفحوصات في مستشفى الزهرة ضمن باقة الفي آي بي وهي مجموعة من الفحوصات المميزة اللي يعني ننصحكم فيها بشكل كبير وهي داخل أيضا ضمن باقات السياحة العلاجية في إمارة دبي بالأمس أو اليوم يعني تم أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم ولياه الدبي رئيس المجلس التنفيذي قرارات عام 2018 بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة الصحة بدبي القرار رقم 19 لسنة 2018 نص على تعيين الدكتور يونس محمد أمين أحمد كاظم مديرا تنفيذيا لمؤسسة الرعاية الصحية وأيضا القرار رقم 20 تم تعيين دكتور مروان محمد صالح الملة مديرا تنفيذيا لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة وأيضا نص القرار رقم 21 على تعيين دكتور أحمد إبراهيم سيف بن شلبان مديرا تنفيذيا لقطاع الرعاية الصحية التخصصية والقرار 22 على تعيين فريدة عبد الرزاق يوسف الخاجة مديرا تنفيذيا لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض بهيئة الصحة ونص القرار كذلك لعام 2018 على تعيين فاطمة عباس أحمد محمد البلوشي مديرا تنفيذيا لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في هيئة الصحة والقرار 24 على تعيين أحمد عبد الله صالح العقيل النعيمي مديرا تنفيذيا لقطاع الدعم المؤسسي المشترك في الهيئة والقرار 26 على تعيين الدكتور أو الدكتورة مريم محمد عبد الكريم عبد الله الرئيسي مديرا تنفيذيا لمستشفى دبي ونص القرار رقم 28 على تعيين الدكتور فهد عمر أحمد سالم باصريب مديرا تنفيذيا بمستشفى راشد والقرار رقم 29 على تعيين دكتور سيف عبد الله سعيد الوالي البدواوي مديرا تنفيذيا لمستشفى حتى في هيئة صحبة دبي وأصدر سمو ولي عهد دبي القرارين رقم 25 و 27 بينقل كل من الدكتور عبد الرحمن محمد الجسمي والدكتورة علياء سيف المزروعي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية وتعيينهما مستشارين للمؤسسة ويعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها إذن ألف مبروك لكل اللي شملهم هذه القرارات اللي إن شاء الله نتمنى تكون يعني بداية لمستقبل مليء بالإنجازات في هيئة الصحة بدبي ضمن التوجهات المستقبلية اللي يعني أعلنت في الماضي بقرارات يعني كثيرة واللي كان يركز فيها معالي المدير العام بعالي حميد القطامي كان يركز دائما على أن المرحلة القادمة هي مرحلة الإيجابية إذا الواحد عنده إيجابية وعند تفكير أنه قاعد يخدم البلد بشكل كبير من خلال الوظيفة اللي هو يشغلها كانت صغيرة كانت كبيرة لازم تنظر إلى وظيفتك بإيجابية الإيجابية بتقودك للتمييز بتقودك للعطاء بتقودك أيضا لرد الجميل يا أخي لهذا الوطن الغالي يعني أنا استغرب واحد في دوامة يقعد بسلبية كبيرة والمشكلة وين السلبية معدية يا دكتورة بالضبط تعدي اللي حواليك لا تشر طاقة سلبية في المكان بالضبط يعني المثلة يا جماعة الخير الواحد ينتبه لها الموضوع ليس بس أنه أنت قاعد تأثر على نفسك لأ أنت تأثر على فريق عمل كامل مثل يوم كانت مسابقة بطولة الدوار الحكومية للعاب الحكومية للعاب الحكومية هذا تجسيد حي دكتورة لروح الفريق كيف أن الفريق كامل يشتغلون مع بعض للوصول إلى الهدف بالضبط وهذا العمل الناجح محمود العمل الناجح ما يرتقي بجهد شخص واحد ما حد يقول والله أنا رأسي مفكر أنا كل شيء أسوي لازم فريق كامل يعمل معه عشان توصلون للهدف والله هذه مسألة وايد مهمة يعني أنا أتمنى حتى من يعني في المستقبل أن يشيرون هذه التقييمات الفردية للموظفين ويتم التقييم على مستوى فرق العمل فرق العمل اللي هي تحقق الإنجازات أما التقييم الفردي الواحد هذه التعزيز أنا أحس أن وجدنا طبعا العاملين في هذا المجال هم أفهم مني في هذه المسألة ولكن يعني كامل حين عشرين سنة في الحكومة ما بين الدوائر الحكومية والمؤسسات أنت كام أكفر أنت أهي أنا أنزيل أنا أقول أن ذهبي بحتفل إن شاء الله فهي الفكرة وين دكتور الفكرة أن تعال وشوف الأنشطة اللي اشتغلنا فيها كفريق وين وصلنا فيها والأنشطة اللي كانت كانت حسب الاجتهادات الفردية بالضبط يقول ممكن أعرف شو صار منصب الدكتور مروان الملة الدكتور مروان صار المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي نعم يستاهل دكتور مروان من الكفاءات الجيدة والله كلهم يعني للأمانة كلهم من غير السثناء نزيل نعيد السؤال دكتورة والأجوبة ترى كلها غلط قاعد توصل اللي طاريش الأجوبة كلها غلط السؤالنا صعب اليوم بعد دكتورة يعني لأنه في مفهوم معين عند الناس شو السؤال يقول ما هو أكثر أعراض مرض ارتفاع الدم شيوعا وإحنا قلنا ترى الجواب أمس أو أول أمس في صحة وسعادة هل هو صعوبة في النظر صداع أم لا توجد أعراض على أربعة صفر صفر ستة مع أسماكم الثراثية نحن بعد الفاصل إن شاء الله منشيل بعد إجابة ونخلي إجابتين ناخذ بس هذه المداخلة قبل الفاصل مع عيسى عيسى صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور شكرا لك الله يسلم كتفضل يا سيدي شكرا لك حبيبي وين راح عيسى توقع لي حبيبي وقطعت هالخط من عنده عموما ما نحاول نتصل بعقب الفاصل نطلع فاصل مستمعينا وراجعين لكم صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة ذكريهم دكتورة بسؤال الحلقة عشان أحذف أنا إجابة سؤالنا يقول ما هو أكثر أعراض مرض ارتفاع الدم شو يعني لما يكون ضغط الدم ضغط الدم شو ارتفاع عراضها؟ البار كنا نتكلم عن ضغط الدم وقلنا الجواب ترى أمس قاله الجواب يعني كنا نسميه ضغط الدم شو القاتل الصامت ها بس خلص محمولة تحذف إجابة خلص عرفوا الجواب زين يلا لأن كل الإجابات غلط أحذف جواب أحين زين أما يعني أعراض ارتفاع ضغط الدم المرض القاتل الصامت يسمونه زين شو أكثر الأعراض شيوعا هل الصداع ولا لا توجد أعراض يعني أسأل عن شيء ما فيه أوكي شباب وبتفوزون فائزين 500 درهم كاش أو 1000 درهم فحوصات هذه المسابقة طبعا برعاية المستشفى الزهرة بدبي يقدم هذه الجوازة ذكرت 500 درهم كاش وأيضا باقة الفي اي بي دكتورة ناخذ عيسى عيسى موجود هلو يا أهلا عيسى مرحبا تفضل يا سيبي بس أنا بغيت تحياك أو شي لك بس ثاني شي أخوي الرصوص للعيادة كنت أنا في عيادة المزهر يوم الصدف زين فشفت الناس يعني واقفين برع يعني فيه نصر معاطين المواعيد الساعة الثمان أوكي العيادات تخصصية تخصصية هاي فمفروض يا جماعة أنتم يعرفون أن المواعيد يتغير في شئ لفترة رمضان يجب ما بتواصل مع المريض وقول لي أنا راح أغير لك المواعيد من وقت الساعة الثمان لساعة الثمان صحيح صح الكلام المفروض هذا يستوي فتلاحظين أن أنا حتى يوم شفت شفت ناس كبار في الأمر مو يقدروا أن يقفون نعم يعني أنا لاحظة قلت لأحظة يعني الأخ يومي يقولون تعطيني ساعة الثمان موعد من حق البنت بس تواجهت قلت له والله ساعة التسعة الحين المواعيد ساعة التسعة نحن عليك علي نحن نشرنا وتكلمنا حتى في برنامجنا كذلك عن مواعيد العمل في رمضان ولكن معاك حق في مسألة أنه على الأقل مثل ما وصلهم مسج يقولهم الموعد الساعة الثمان يتم تعديل للمسج أنه يكون الموعد الساعة التسعة في رمضان فنحن نوجه هذه الرسالة وهذا يعني مصلحة يعني مصلحة كلامك سليم يعني يعني مش حق يعني شكل عام عيسى عيسى كلامك سليم وإن شاء الله على طول يعني الرسالة بتتوجه للمعنيين شكري لك في أي ملاحظة ثانية عيسى نشكور حبيبي إزاك الله أنت تقول حبيبي يفصل خط هياك الله هلا عيسى طيب نرجع لموضوعنا دكتور اليوم نتكلم عن واحد من الأمور المهمة يعني عيسى تكلم عن انتظار المراجعين في الخارج لكن أيضا في عندنا فئة اللي هم يعني يعملون في الحر صح وممكن يعانون من الجهاد الحراري في رمضان وضغط الدم بعد كذلك صحيح والحمد لله نحن في الدولة في عندنا الكثير من الجهات يعني اللي بدت دكتورة شو تسوي حتى قبل قرار حضر العمل في فترة ساعات الظهيرة بدأوا الشركات هذيلة يمنعون العمال منهم من نفسهم منهم يشتغلون في وقت الظهر فانظالت شفر مضان فعشان شيء بنتكلم عن هذا الموضوع معانا علي ونيران رحمة مثقف صحي أول في قطاع حدمات رعاية الصحية الأولية ما نتكلم عن هذا الموضوع وشيء صباحك الله وخير صباحك الله بالنور ومبارك عليكم الشهر علينا وعليك يا علي وحياك الله في الاستوديو معانا الله يحييكم أول سؤال شو الفرق الناسنا متخربط بين الانهاك الحراري وضربة الشمس أو ضربة الحارفة شو الفرق بين الاثنين أولا حاب أقول أن الانهاك الحراري وضربة الشمس لهم علاقة كبيرة بين بعض بس الفرق الرئيسي أن الانهاك الحراري هي المرحلة الأولى اللي يصاب بها الشخص اللي يتعرض للشمس إذا لم يتم علاجة أو اسعافة تتحول إلى ضربة شمس أو يسمونها حتى مرات ضربة حر اللي هي هيت ستروك ضربة حظ ضربة الحر الهيت ستروك يسمونها نعم وطبعا ضربة الحر هي تعتبر من الحالات الطوارئ الطبية يعني لو واحد ينعب ضربة الشمس أو ضربة حر تعتبر طوارئ طبية ولازم يتدخل سريعا لأنه ممكن الواحد بسم الله يموت لأنه يكون فيه انخفاض ارتفاع درجة حرارة الجسم ضغط الدم وغيرها الآن بما نتكلم عن انهاك الحراري وضربة الحرارة وضربة الشمس في نهار رمضان طبعا حتى الناس والله لا تشتغل في الشمس مباشرة تكون معرضا انهاك الحراري بسبب ارتفاع درجات الحرارة مثلا التنقل داخل وخارج المكاتب وغيرها فكيف ممكن نقي نفسنا من إصابة انهاك الحراري خلال رمضان وبالتناول طبعا وجباتها للصحية كيف ممكن نقي نفسنا؟ أول شيء لازم الشخص يعرف الأعراض أعراض النهاك الحراري وأعراض ضربة الشمس بشكل سريع بس الأعراض النهاك الحراري يكون الشخص يبدأ يتعرق بكثرة يفقد كثير من السوائل يحس نوعا من ما ضعف شديد في الجسم والتعب تشنجات في العضلات أما بالنسبة لضربة الشمس تكون الأعراض أكثر ارتفاع عالي لدرجة الحرارة توصل إلى 39 إلى 41 وما فوق ممكن يحس بالهلوسة القشعريرة والبرد كان مثلا عنده حمى يعني نعم صحيح فهذا يحس منها لأي أحد من هالأعراض لازم يسوي الإسعافات الأولية الإسعافات الأولية بالنسبة لنهاك الحراري أن الواحد يبتعد من الشمس بشكل مباشر يلتج إلى مكان مضلل مكيف طبعا ما يعرض نفسها المكيف بشكل مباشر لكن مكامل صحيح يشرب الماء أما بالنسبة لضربة الشمس الإسعافات الأولية إذا كان الشخص يحس بعراض شديدة يجب للتصالف الإسعاف صورة وخلال وصول الإسعاف ممكن هو مثلا يبعد الشخص عن أشعة الشمس يبلل جسمه يبلل ثيابه وإذا أمكن تهوية الشخص صحيح لأن فيه ارتفاع طعم في درجة حرارة الجسم فإن تريد أن تخفض درجة الحرارة وإني أوجه رسالة للناس إلا لو فيه حد شكه وإنه عنده ضربة شمس أنه يتنعون يصبون عليه ماء بارد فيه ناس تقول لك ببرده بسرعة بحط عليه ثلج أو ماء بارد هذا شيء خاطئ لأنه ممكن يسوي هبوط في درجة حرارة الجسم فإحنا ما نبهى الهبوط المفاجئ لأنه ممكن يأسرع الدماغ فبس الماء الفاتر العادي وتهويته يعني ما نتجمهر عليه أو شستوى عليه التجمهر أكثر ممكن يضرر المريض لأنه يسوي تقليل حركة الهواء حوالينا يعني نعطيه شوية فسحة عشان ترتفع درجة حرارة ترخفض درجة حرارة الجسم فسحة فسحة نزين طالع عمركم فبالنسبة لبقايا من ضربة الشمس والنهاك الحراري وطبعا ينصح أن عدم تعرض الشمس ما بين تقريبا ساعة داعش لساعة ثلاثة لأنه تكون الشمس حادة جدا صحيح إذا اضطر الشخصي تعرض للشمس خلال هالفترة يحاول يكون يعني يمشي في الظل مثلا أو يحط الواقع الحراري الشمسية حتى قبعة نعم صحيح يحط السنبلوك إذا اضطر أيضا يلبس ثياب فضفاضة وفاتحة اللون مثل اللون الأبيض لأن الألوان الفاتحة تعكس أشعة الشمس صحيح وقارن تنبل هذا وأيضا يجنب مارسة الرياضة في هالأوقات وبالنسبة لشهر رمضان طبعا اللي ما عندهم ضغط أو سكر ممكن يمارس الرياضة في أثناء النهار قبل تقريبا ساعة ونص أو ساعة من الأفطار جميل أحين نيط لوحمة الأعراض اللي عليها سؤالنا ما اليوم هو أعراض ارتفاع ضغط الدم شو أعراض ارتفاع ضغط الدم يا علي صراحة مثل ما أنتوا تفضلتم من البداية هو شيء يعني شخص ما يحسب ولا شيء ممكن ما يدري ممكن يسلم سنوات حتى بدون معي شخص فهو أفضل شيء للواحد نعرف إذا عنده ضغط الدم أو لا يروح يشيك صحيح فإذا اكتشفوا أنه مرتفع يحاولوا معاك مرة يعني على عدة أيام لما يكتشفوا إذا عنده ضغط الدم أو لا صحيح أحمد أوجاب ونصح طيب الرياضة في رمضان زين يعني متى تنصح فيها ومتى المفروض واحد يسوي وكم المد اللي واحد يشتغل فيها عملية الرياضة بنسبة لمرضى ضغط الدم أو لا بشكل عام على ضغط الدم أوكي مؤسسة أول شيء أحب أقول بس عن دراسة سواء في خلال شهر المضام بنسبة للصيام واللي عندهم ضغط الدم فأرتفاع في ضغط الدم لاحظوا الناس اللي يواضبون على أدويتهم في خلال شهر رمضان ويصمون طبعا يكون ضغط الدم ينزل عندهم يعني صحيح ينزل مو بشكل كبير لا بشكل معتدل يعني قبل الأفطار وبعد الأفطار حتى يعني شيء إيجابي هذا واللي حفاظ عليه ويكون من ناحة الرياضة والأكل الصحي الرياضة بشكل خاص مؤسسة القلب الأمريكية مسوية مثل جدوى الخاص حق عندهم ضغط الدم نقولهم على أقل هو شوي غير عن الناس العادين نعم على أقل 40 دقيقة من الرياضة متوسط تشدة أو معتدل تشدة ساري معتدل تشدة أو عالية تشدة ثلاثة إلى أربعة تهيام في الأسبوع طبعا مثل ما قلنا بخصوص شهر رمضان ما يفضل قبل الأفطار بالنسبة للي عندهم ضغط الدم يكون بعد الأفطار تقريبا مساعتين جميع التزموا دايما بأدويتكم للناس اللي عندهم ضغط الدم وراجعوا الطبيب إذا ما تعرفوا متى الوقت اللي تأخذون في الأدوية وطبعا الرياضة والأكل الصحي من قبل أخصائي التغذية شكري لك لخيري منير الرحمة مثقف صحي أول بقطع خدمات الرعاية الصحية الأولية في آية الصحي نحن شكري لك هذا التواجد نحن قبل أن نطلع فاصل في عنا أحد المستمعين المزموا ما ما سمعنا صوتهم منو تعرفين منو ما يعني يعني حين بخليه يرمس وخبريني شو سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله أعرفت ريال بمصبح أقول سلامي على اللي ما نسل القلطاري اللي معاني الكرم ترمص صفاتكم لنكم مصدقاء وصادقين يعني ربي يخليكم أول أمر صلى الله صلى الله دكتور أنا دف الله بالخير والنور والسرور والله زيدت إن شاء الله لو علي أنا ببعطيك راتب أساسي بعطيك عشرة إن شاء الله تستاهلين لا على الله يحبك أنا ومحمود هذا غير غير البنايات اللي في شارع الشيخ زايد وغير وزيدكم جميعا وجميع المستمعين الله يطول عماركم لو عندك بنايات حين تحصل لها في الهيئة يا سداوم هناك الله يحملكم إن شاء الله جميعا والله يمكن بارك مشاري المظيل والله يطول عماركم والجميع العاملين في هيئة الصحة ونحن نقول منكم وفيكم الله يطول عماركم ما نطلع من جزاركم الله يبارك فيكم أول عمرك ما عندك أي ملاحظة أي شيء بمصر لا لا مرة ما شاء الله يصوخكم ونشوفكم بعده أول عمرك الله يسلح مشكور شل الهم والحزن عندنا الله يطول عماركم أول عمرك عادة أقول لك اليوم نحن يعني في إنجاز لي أول مرة يستوي عندنا استضافة ويا عبدالله أسماعيل إن شاء الله الساعة وحدة في الليل ليش أقول لك إنجاز هذا لا جميل لا موضوع جميل مو جميل وحدة في الليل وحدة في الليل عبدالله الزميل دراسة وإعلامة متميز لكن أحينا وين القضية الإنجاز إن دكتورة ندى بتي الساعة وحدة في الليل وأنا أرقد من تسع بنت إن شاء الله يا عبدالله أول عام قلت لك شقايل بتينا الحلقة أنا أبغي أعرف أنت ليش ما أعتذرت قلت لي لأ أنا عقب الفطوع عقب التراويح برقد بنش الساعة كم 11 11 ليش بتنشين 11 عشان أتجهز التلفزيون شقايت تجهزين هي مندوس بالمناديس وهي جايزة ما تقصر أخي مصاحب والله كلامك والله عسل عسل شكرا لك والله الكلمات تطلع من القلب للقلب والله يطلع عمار ما تقصر شكرا لك شكرا سنهارك سعيد يعطيك العافية إذن نذكر بسؤال المسابقة ونطلع فاصل شو سؤال المسابقة السؤال يقول شو أكثر أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم شيوعا صداع أو لا توجد أعراض على 4006 مع اسماءكم الثلاثية ارتفاع ضغط الدم يسمون القاتل الصامت ليش يسمون القاتل الصامت هذا إجابة هذا إجابة وعلي بعد جاوب طيب في عنا ثنين أفايزين بـ 500 درهم المسابقة هذه مقدمة من مستشفى الزهراء بـ دبي انشاء الله فاصل الرجل تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرتين أخرين سمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي ما نخبركم سؤال مسابقتنا اليوم لكن السؤال يا جماعة الإجابة فقط على 4006 الجماعة اللي تابعونا على الإنستجرام يعني سامحونا ناخذ الإجابة على 4006 شو السؤال يقول؟ يقول أكثر أعراض مرض ارتفاع الدم شيوعا صداع أملت وجد أعراض على 4006 مع سماكم الثلاثية على المسجات فقط الجائزة مقدمة من المستشفى الزهرة طبعا 500 درهم وباقة الـ VIP للعلاج إن شاء الله أوكي في سؤال هنا دكتور قبل أن ندخل في موضوعنا اليوم نحن معانا طبعا في السوديو ست البنات مكية خصائية التغذية في إدارة التغذية السريرية صبحت الله بالخير أو شيء ست البنات صباح جوارك طيب ست البنات يقول أنا أبغي يستفسر عن مرض القلون العصبي مرض القلون العصبي على السريع لا خلي حط سؤاله مرة وحدة حط السؤال يعني شو السؤال تريد أن تستفسر عنه لأنه وايد من التكال شو أقول لك عنه فرمضان يزيد هي شو يسوون شو يسوون طبعا تدرج وتناول إفطار يعني ما تاكل إفطار مرة وحدة تتدرجوا انتمروا بعدين شربوا بعدين سلطة بعدين وجبة الرئيسية خففوا مقالي نوعوا في الأكل كثرو سلطات اتشربوا كمية كافية من السوائل وبس طيب أنت شو رأيت يا ست البنات والله الغلون طبعا برضو من الجهاز الحضمي يعني الواحد المفروض ما يبدأ بأشياء اللي بتكون حارة اللي هي زي البخارات والسبايس والفلفل وهي الأشياء والأشياء الدهنية برضو ما يكتر فيها أو يبدأ بيها المفروض يبدأ بي حاجات بسيطة على أساس أنه هيئة المعدة على أساس أنها تبدأ تفرز انزيمات وبعد ذلك يبدأ تدريجي زي ما قالت الوقت نادية أنه يعني تدريجي شوية شوية لحدث ما تدقل بعد ذلك يدخل في الوجبة الرئيسية طيب نحن حديثنا اليوم دكتورة عن التغذية الصحية للحواء من خلال رمضان نعم فاستاذة ست البنات شو الفرق بين تغذية المرأة الحاملة في رمضان وخارج رمضان يعني شو العناصر يجب أن تحرص أنها تاخذة خلال رمضان أو كيف تدرج في الوجبة للمرأة الحاملة خلال رمضان طبعا هي الوجبة الغذائية لكل شخص المفروض تكون تحتوي على جميع العناصر الغذائية الكاملة لكن بالنسبة للحامل المفروض فيه أشياء أساسية بالنسبة للحامل ضرورية بالنسبة للحمل اللي هي عندك مثلا زي الأشياء الفياش كالسيوم اللي هي لأنه إحنا بننمي في عظم كامل بتاع الطفيل سلسة الفقرية وجمجم وأطراف وهاي بالتالي لازم يكون فيه المنتجات بتاعة الألبان بأنواع كلها إذا كان حليب لبروب زبادي جبن الأشياء التانية اللي بتحافظ عليه الدم الهموغلوبين الحديد اللي هي مثلا أن تكون فيه اللحوم والبقوليات والخضروات الخضراء الورغية وهنا الشيء التاني بالنسبة لي كمية السوائل المخلوط تكون كمية السوائل الكافية على أساس أنه ما يحصل لها جفاف وهذه الأشياء هاي الأشياء ضرورية بالنسبة لي الفتمينات والأملاح المعدنية برضو للحامل عشان كده الحامل إذا كانت حامل أو إذا كانت يعني الطبيعية الطبيعية ممكن تأكل أي شيء بس هاي الحامل لا هاي الأشياء ضرورية بالنسبة ليها لازم تقوم في وجباتها بتوعد مغفرة ممتاز لما تيه الحامل تباتتنا وجبة السحور دائما طبعا الحامل يخافون من الثقل خاصة أنه بتكون في الشور متقدمة من الحمل فتخاف أنه تأكل ويصيبها الثقل خلال نهار أو حموضة فشو لازم تحرص عليه خلال وجبة السحور يعني أنا دائما بقول لهم يعني هي فيه أشياء وجبات خاصة إذا كانت الوحدة هي سمحة لنفسها إنها الصوم المفروض تكون في فترات ممكن تكون تصيام بسموع وفي فترات ممكن تصيام ويكون بسموع خاصة مثلا في الفترات الوسط اللي هي في التراميستر الثاني هاي ممكن تصوم بس في نفس الوقت المعدة بتكون يعني الجنين ضغط على المعدة بتكون الكيميات لازم تكون بسيطة بسيطة عشان قدي بنقول أنه وجبة الفطورة في الأيام العادية ممكن تكون وجبة السحور يرضو تكون أشياء خفيفة اللي هي مثلا تكون زي البيض تكون زي البقوليات يعني الخفيفة مش زي الفول زي الحمص هاي الأشياء بالإضافة لأن مثلا واحد من الفواكه لازم تاخد فواكه بتاخد مثلا كبيات حليب لبن روب على حسب ما تحب الشيء الثاني بالنسبة للخضروات تكتر الخضروات اللي هي برضو بتدينا السوائل وبتدينا الفتمينات وبتدينا العلياف صحيح بالتالي بتكون الوجبة خفيفة متوسطة يعني ما تقيلة فيها شي من الحبوب شي من الحليب الألبان وشي من البروتين جميل السادة ستة البنات في دايما أنا سميحة بسمية خرافة يتناقل لنساء الحوامل أن الحامل لازم تأكل عن اثنين عشان التعوض وعشان الطفل وفي رمضان خصوصا ما شاء الله يعني يزيد عندهم هالفكر أنه لازم أنا آكل أكثر لأن حامل شو مدى صحة هالكلام وكم فعليا تحتاج المرأة الحامل أكثر من الأكل المرأة العادية من سعرات حرارية هي المقولة ما غلط 100% وما صح 100% على أساس أنه يعني في أشياء ضرورية زي ما قلت أنه المفروض تأخذها نعم خلاص في أشياء لا ما بتأخذ أنه مثلا زي الغير حامل أنها مثلا تأكل أي شيء الشيء الثاني فيه زي الدهون زي الحاجات اللي هي بزيد الوزن وممكن هنا تقول بتأكل لي اثنين لا ما ضروري صحيح السكريات الحلويات العصائر برضو ما ضروري عشان يقول إنها بتأكل لك للصحي الباب هم يحتاج لي صحيح أحيل في أسئلة تتكرر عندنا دائما من بداية رمضان بخصوص المرأة المرضع مو بالحامل فقط المرضع يسئلون أنا حامل أنا مربي عندي طفل صغير وصايمة مبروك دكتور السؤال لما هي تسأل نزين فتقول شو الأكل لازم أحرص عليه إلا هو يزيد إدرار الحليب بالنسبة للمرأة المرضع فرمضان إحنا نقول وجبة صحيحة كاملة زود السوائل السوائل يمكن تقوم ميا يمكن تقوم شربة يمكن تقوم عصير يمكن تقوم حليب هاي بيساعد من عملية الإدرار بل إضافة لوجود الوجبة الصحية اللي هي بتحتوي على البروتين بتحتوي على البغوليات بتحتوي على الياف الخضروات هاي الأشياء طيب دكتور هنا في أسألة يعني ناخذها على السريع يقول دكتور شو الأكل اللي يزيد الدم أنا دمين عقص فعلا هاي دي سؤال مهم وفي كل الحمل اللي نعاني من هاي المشاكل اللي هي فغرة الدم ودائما المصادر الأساسية اللي هي الدم اللي هي مثلا عندك البروتينات البروتينات الحيوانية وبزات اللحمة الكبدة السمك الدجاج الفخد أكثر من الصدر بالإضافة اللي هي البيض عندك المصادر ما معنى الفخد أكثر من الصدر آمن هي بتحتبر من اللحوم الحامر أو اللحوم الحامر أكثر وديك بتكون فيها ندبة الفتمينات على هاي بتكون ندبة الحديث فيها أعلى الشيء الثاني بالنسبة للخضروات الخضراء الذاتنا اللي هي زي الملوخية البروكالية السباني خير الأشياء بل إضافة للفواكه اللي هي مثلا الفواكه هيافة زي الزبيب التين التمر عندنا مثلا الرمان البنجر أو الشمندر هاي كلها عصائر أو فواكه فيها نسبة حديد أعلى جميل عندنا برضو المقسرات زي اللوز الفستق هاي برضو فيها طيب هنا في سؤال ثاني يقول آلام في الظهر من جهة الخصر مع الصيام طبعا لقلة الماء مع أن أشرب ماء كافي ما الحل في رأيك غير شرب الماء وشرب العصير وشكرا إذا كان الشخص هو كيلة أو مشكلة بتاعت كيلة وكاتب الكرامبري إذا هو زي مر التوت البري الكرامبري جوسي يشربونه عشان مشاكل كيلة ولكن محمود ممكن ما يكون مشكلة في الكلة حتى ممكن يكون عندها غازات مع الصيام نستوي غازات بالعادة ألم أن الغازات يستوي في الخواصر فممكن يكون عندها غازات أفضل يفحصونها في طبيعا إذا كان غازات نبعد من البغوليات اللي هي غانية بالغازات وحاجات بالشكل ما يشربون يانسون؟ يانسون ممكن والشمر ممكن والنعنى والأخضر والنعنى كلها بتنسشيل الغازات ومع الحركة الحركة هام شيء هام صحيح والصيام أصلا روح يطلع غازات في البطن تروجه من تنظيف الجسم لنفسه فأول أسبوع بالعادة ناس تشكى ولي من الغازات بعد هذا تلاقون موضوع شوية يخف كيف صيام يطلع الغازات؟ لأن الجهاز الهضم عندك فاضي لا يوجد أكل فالجهاز يعمل على تنظيف بطنك ينتفخ بأول ما تفطرين ينتفخ بعد الإفطار محمود ها حظمان فيه سوء هضم ليس بسبب الغازات لما الناس تقول السوء كأني حامل عقب الفطور بسبب أن كثرة الأكل وبعدين الهضم اللي معدها متروسة بالأكل بينما لو أنت تدرجت بالطعام ما رح يسوي عندك نفخة في البطن صح كلاما أنا أثق في كلامك كلامك أنت أكثر ستبنات والله إذا كان صح فيه مباشرة معناتها هاي تخمة أما إذا كان بعد طبعا خلاص الأكل يتهضم وتطبقه فيه شكل غازات وفيه شكل سوائل وفيه شكل هناك أهم شي اقتنعتها حين؟ كم الجواب؟ أي شي تقولين أنا صدقة بس المستمعين ما يصدقون أه أنت المشكل في المستمعين يبعون رأي آآ ثاني هاي هزيه طيب وقفنا حين متى يجب على الحامل كسر الصيام؟ متى؟ اه إذا كانت هي خاصة في الشهور الأولى هي في فترة وحام هي في فترة ترجيع في فترة الجفاف لا ما تصوم إذا في الشهور الأولى؟ الشهور الأولى الشهور الأولى الثلاثة الشهور الأولى الأربعة الشهور الأولى ما تصوم بتكون في فترة وحام بتكون في الترجيع في النسبة بتاعتنا يفقد سوائل لا ما تصوم أحين اللحظة أنا أبغي أعرف الأمساء تقرأ الدراسة أن الوحام هذا يقصون علينا فيه أنه بيطلع في الولد لا لا فيه جزء من القص وفيه جزء من القص وفيه جزء من القص القص يعني يسدون علينا الحريب لا أنه يطلع منهم تباه فراولة يطلع في الولد لا هذا مو صحيح ولكن الوحام موجود محمود لتأثير هرمونات الحمل فيسوي قيء وسوي ترجيع وسوي جفاف عن المرأة الحامل لكي ننصح بعدم بس أنا والله يبلي فراولة ما يبتل بيطلع في الراس ولدك لهذا غلط خاصة في ثلاثة شمال لوز أخضر يا أبو لوز أخضر في الشتة ويتيب لو لوز أخضر في الشتة ها تدلع المهم نحن نوقف استقبال الإجابة على سؤال حلقتنا اليوم الذي كان يقول ما هو السؤال؟ يقول ما هي أكثر أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم شيوعا قلنا لا توجد أعراض أم ضع جاوبي جاوبي خلاص لا توجد أعراض لا توجد أعراض ليش لا توجد أعراض؟ عشان شي يسمونه هو المرض الصامت القاتل الصامت القاتل الصامت هذا البارحة نحن تكلمنا عن الموضوع هذا فكنا نقول لكم عن الموضوع أن يا جمعة الخير ضروري أنك تتفحص صحيح ونحن نفحص أي أحد يزور العيادة يفحصه في صحيح ليه ما يسحبون على اسم الفايز هنا ما نأخذ بس هذا السؤال دكتورة كيف نشرب الماء ثمان أكواب في فترة الصيام؟ كيف؟ يعني بعد الفطور خاصة طبعا بعد الفطور أكيد هو صاي ما بيشرب ماء يعني طبيعة الحالي لما نبدأ بالأول قل شربنا نصف أو كوب بتاع عصير أو هناك مع الثلاثة التامرات بعد ذلك شربة بعد خلصت الفطور ممكن نشرب ليك كوب بتاع ماء وفي فترة بتاعة الصلاة وفترة التراويح وهذه الفترة اللي هنا ممكن نشرب فيه أكبر كمية صح هو يصلي حتى ممكن يأخذ قلبة الماء معه وبين كل ركعتين يأخذ يغمه يعني ممكن تكون عندك ثلاثة قزائز بتاعات مسافة الصغيرة خمسمية خمسمية هاي ممكن تنشري في هاي الفترة مغير دعا يعني ثلاثة قزائز ماء اه اوكي قزائز الماء اللي هي خمسمية على اساس انها هي نص لتر تاخذ يعني ممكن واحد ونص لتر في هاي الفترة بعد ذلك اذا تمشى بعد الصلاة وكان هاي القاب برضو ممكن يشرب فيه أكبر كمية وقبل السحور ياخذ برضو اللي هي قرابة الاتنين ونص لتر بتاع ماء طيب نحن سامحين عادة من نعلن اسماء الفايزين معانا في بخمسمية درهم فاز معانا عبدالعزيز جمال عبدالعزيز ألف مبروك وبباقة الفي اي بي فازت معانا ناعمة إبراهيم علي ألف مبروك ألف مبروك بحظ أوفة للباجين عندكم إن شاء الله كم يوم؟ 23 يوم لنهاية رمضان في اليوم الشارع باتر ما نسحب على أربع فايزين أربع أربع إن شاء الله بيكونوا معانا اثنين بيفوزون بخمسمية درهم واثنين بيفوزون بالباقات الفحوصات الطبية المقدمة من مستشفى الزهرات الدولي ست البنات نحن شاكرين لتشتواجدك الله يبارك فيه تسلا وانتي ست الكل بعد مش ست البنات بس الله يسلمك مشكورة ست البنات خصائية التغذية بإدارة التغذية السريرية في هات الصحة في دبي كانت تكلمنا عن تغذية الصحية للحوامل شكرا لتش اسراء الهاشمي كانت معنا في التنسيق شكرا لك أيمن سرحين كل الشكر لمعدة الحلقة أيضا كانت نور نزال معانا في الاعداد وهذه تحياتي محدثكم يوسف العليك شكرا لك شكرا لك شكرا لك حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي اشتركوا في القناة